السلام عليكم النهاردة هنعمل نوعين من المخلل المخلل النهاردة لا هنسلقه ولا هنحمره هنعمله ناي خالص ونوع تاني من المخلل برضه هنعمله من غير سلي هنشوف هنعمل ايه مع بعض تفضل هنعمل احنا جايبين بتنجان جايبين بتنجان خد جميل لونه جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو ده احنا يضوب هنشيل القشرة بتاعته كده وهنخلله من غير ما نحمره ولا ولا نسلقه انا جايب بتنجان خد جميل اللي هو لونين مع بعض ده بتنجانة جميلة جدا وانا منقل بتنجان الصغير بقشره كده يضوب بشيل التربوش بتاعه بس بشوقه بالسكينة كده شقة واحدة وببدأ احشيه وحطه في البرطمان انا جايب فلفل هشيل البزرة بتاعته عشان معملوش ببزرو ده قرن بارد اللي انا حطيته هحط عليه قرن سبايسي شوية كده اخضر على احمر سبايسي هحط توم هنزل بالتوم توم مهروس عندي لمونة مقطعها ترنشات هحطها برضو عليه ده لمونة تانية انا حطيت لمونتين كده ققطع توم ترنشات ثلاث معالق ملح شوية كمون هضربهم مع بعض هنزل بيهم في البولة عندي شوية هريسة شطة حمرة دي مش حمية دي هريسة فلفل بارد ده هقلبوا عليه كده هحط شوية خل هقلبهم مع بعض كده نحشي البتنجان بتاعنا كده من جوه ونرسه في البرتمان هخلط هحط شوية من اللي انا عملتهم للتواب اللي عملتها هزود المية بتاعتي المية دي على فكرة مغلية انا غليها ومبردها ليه غليها ومبردها عشان المية لما تتغيل وتتبرد ما تعملش بكتيريا وتعملش طبقة بيضة على المخل المنفوق هحط ملح تاني معلقتين كده هقلبهم كويس مع بعض هضيف شوية خل أبيض شوية كمون عندي شوية عصير لامون قدي لامونتين كده كمان انا كده عملت الخليط بتاعي اه في الشارع جمان الناس بيسموه اه شوية ميت مخلل انا مزبطه تمام شوية توم ناية كمان كده انا كده زبطت المخلل بتاعي تمام من كل حاجة هنحط الخليط بتاعنا على التنجان كده انا هقفله خلاص كده احنا خلصنا التنجان بتاعنا التنجان ده هيقعد شهر في التخليلة دي على ما ناكله يعني لازم يقعد شهر وممكن يقعد شهرين على حسب ما احنا عايزين نفتحه يعني لو مفتحناهش بعد شهرين مش يحصل حاجة نفتحه بعد شهرين وناكله بعد شهر ناكله هي بس دوى معنا هنبدأ نخلل اللامون بتاعنا العصفر هنحطه عصفر كده عليهم شوية حب البركة مش هكطر حب البركة عشان ما يصمرش معاي اللامون عندي ملح تلاتة اربع معالق ملح هقلبهم مع بعض هنحط في الارضية كم قرنفلفل كده هنحشي اللامون بتاعنا بالعصفر وحب البركة والملح ونحطه جوه البرطمان هنرصوهم كده في البرطمان عندي كباية عصير لامون هفضيه على اللامون اللامون ده انا عصره يدوي عشان انا بحتاج البهاريس بتاعته وبشيل بس البزر بتاعه ربع كوب خل لان انا حطت كباية عصير لامون هاخد بس ربع كوب مية مغلية ومتبردة يعني مية بردة ليه بعمل مية المغلية مية المغلية دي عشان تمنع البكتيريا ما تطلعش على الوش من فوق تعمل طبقة بيضة عندي شوية دقة فلفل احمر مهروس وهحط شوية كده عشان اديله لون بس هحط شوية زيت زيتون على الوش نقفل برطمان بتاعنا كده هنحط شوية زيت زيتون على البتنجان عشان ميعملش اي طبقة بيضة بكده احنا النهاردة عملنا المخللات بتاعتنا اللي هو البتنجان من غير لقلي ولا سلق واللمون المخلل من غير ما نسلقه اللمون معصفر انا حطيت اللمون المعصفر حطيت له عصفر وملح وحب البركة حب البركة انا قللته شوية ليه قللت حب البركة حب البركة لو زيت معايا شوية بيصمر اللمونة معايا فاللي مش عايز اللمونة تصمر هيقلل حب البركة هيحطش حب البركة بهو حب البركة حلو حب البركة لما يقل هيخلي اللمونة لونها حلو اسفر معايا ومش هتغمق عشان كده انا قللت حب البركة اللمون ده هيتفتح بعد اربع شهور قدامه اربع شهور على ما ناكل منه اللي بتنجان المخلل قدامه شهر ناكل منه او شهرين ناكل منه بألف هنا وشفا مع تحيات عبدالسعيد